قام غبطة الكاردينال بير باتيس سبت سبالة بطريق القدس للاتين بزيارة رعوية إلى مدينة حيفا وعند مدخل المدينة كان في استقبالها عدد من الكهنة والشخصيات الرسمية والشعبية والكشاف وحجد كبير من أهالي المدينة الذين عبروا عن فرحتهم بوجود غبطته بينهم وسار الموكي بوسط عزف موسيقي لفرق الكشافة وصولا لساحة الكنيسة حيث كان في انتظاره أبناء الرعية الذين استقبلوه بالترحيب والتهليل وبعد ذلك اتجه الجميع نحو الكنيسة وقد عبر غبطة الكاردينال بات سبالة عن سروره بهذا اللقاء وقال يسعدني أن أتعرف عليكم بشكل أعمق وأن أمنحكم بركاتي وأن ألتقي بالكنائس المختلفة وأعضاء المجتمع المحلي وشملت الجولة زيارة مدرسة تيرا سنطا والكنيسة القديمة ومدرسة الكرمل ورهبات المحبة والمستشفى الإيطالي وكنيستي الروم الكاثوليك والأرثوذكس ومغارة النبي إيلية ثم زار مدرسة رهبات الناصرة والتقى برهبات القديسة حنة كما زار المرضى والتقى بالعديد من أبناء الرعية